القضية مش قضية أنت هتروح فين لكن القضية قضية أنت هتعمل إيه يعني حضرة النبي غير الفهم اللي احنا بنفهمه الفهم اللي احنا بنفهمه إذا كان كل واحد فينا مكتوب على جبينه هو رايح فين ومكتوب على حياته هو رايح فين رايح الجنة أو رايح النار يبقى خلاص المفروض ننتظر الجنة وننتظر النار بس لا حضرت النبي عايزه يطمئننا بأن الله عدل أن ما فيش إنسان فينا إلا والله سبحانه وتعالى سيكون عدلا معه يعني إيه ما تخافش ما تشلش هم الجنة والنار لكن خليك عايش مسؤوليتك هذا مبدأ رائع في الحياة في ناس كتيرا وهما مش بيدروا هما بيعملوا فينا إيه بيخلينا نعيش مكبلين في الحياة نعيش مكبلين في الحياة ليه؟ عشان إحنا مرعبين مرعبين من إيه؟ من إن تفوتنا الجنة أو نقع في النار بسعادة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نحن نكون بن أدمين أقوياء بن أدمين أحرار بن أدمين عارفين ما يرضي الله الذي يرضي الله ليس هو الرعب أو التهاون الذي يرضي الله هو أن نبقى من أهل مرضات الله أن نفعل ما يرضي الله يعني أن نفعل ما يرضي الله أن القضية كلها أن نكون من أهل الطاعة يعني من أهل الطاعة أن نبقى في حضرة الله فعشان كده لما قال الصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نتاكل على كتبنا ونترك العمل فحضرت النبي قال لهم لا لأنهما بيقولوا إيه؟ وكان التفكير تفكير منطقي إذا كان كل واحد فينا معروف هو يروح فين الجنة ويروح فين النار يعني إذا كان داعي يروح الجنة أو داعي يروح النار فنعمل ليه؟ إذا كان المسألة أنف إذا كانت المسألة منتهية فحضرت النبي علمنا المبدأ الحضاري الأساسي في الحياة أن الأعمال ليست هي التي تصنع المصائر إن الأعمال هي التي تصنع الحياة الطيبة ياه يعني الأعمال مش هي المصائر بيد الله لكن إحنا موجودين عشان نعمل عشان نصنع الحياة الطيبة يعني حضرت النبي برضو زي ما إحنا دايما بنأكد على المعنى ده وبنصحح المعنى ده حضرت النبي عايز يعلمنا أن أعمالنا مش بنشتري بيها الجنة والنار يعني مش بنشتري بيها الجنة وما لأننا نعمل إيه في حديث اللي إحنا سبق وذكرناه ألا إن سلعة الله غارية ألا إن سلعة الله هي الجنة لازم نفهمها في ظل حديث رسول الله لن يدخل أحد من الجنة بعمله يعني إيه يبقى الأعمال مش جاية هنا عشان نشتري بيها الجنة أو إحنا أو الناس عيدخلوا النار عشان هما إيه اللي حاصل عشان هما ما دفعوش التمن لا ده مولانا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن قضاء الله سابق لعلمه النافذ علم النافذ اللي عارف إيه إن في بعض الناس هيختاروا مشوف هنا بأيه هيختاروا هيختاروا أن يفعلوا عمل أهل النار ده اختيارهم هم بس ربنا عارف هذا الاختيار فيجي واحد يقول لي طب يا مولانا طب منا أنا ما ليش زنب ربنا هو اللي خلق الاختيار دا أنت اللي اخترت الاختيار دا ولذلك ربنا فعل هذا وأنت الذي ذهبت واخترت هذا الاختيار اخترت بمرادك أنت والدليل على ذلك أن أنت اللي اخترت بمرادك في كتير من الناس هفاكرين لما الناس بتقول يخلق من دهر العالم فاسق ومن دهر الفاسق عالم اختيار فربنا جعل السنة دي في الحياة ان الناس تختار في ناس كتيرة بتبقى في ايديها ان هي تفعل الخير ويا خلاص راح تفعل الخير فبتسيب الخير وتفعل الشر وفي الناس راح تفعل الشر زي حديث الغار لما الراجل كان راح يفعل الشر راح يفعل الزنا فإن اللي حاصل فترك الزنا وتعفف فكان سبب من اسباب الفرج عليه ففي ناس راح تفعل الشر فتختار الخير فربنا يفتح عليهم طيب واحد يقول لي مش هو الامر خلاص مقضي أقول له هو مقضي عند الله وربنا من كرمه جعل بيننا وبين قضاءه ده اللي احنا ما نعرفوش حجاب اسمه الغيب فاحنا مش عارفين ايه اللي في غيب الله سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي علمنا طب ليه حضرة النبي ذكر لنا الغيب ده ليه ذكر لنا المقاعد بتاعتنا اللي هي من الغيب ليه ذكر لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة افتكروا ان هو ذكر هذا الغيب عشان نتاكل فأحدت النبي علمهم لا انا ذكرت هذا الغيب لكي تتحرروا تتحرروا من ايه تتحرروا من التهاون وتتحرروا من الرعب تخيل حياتك كده بلا ألأ اشتركوا في القناة